في بلد منهك واقتصاد منهار وميليشيا يزيد بقاءها مزيدا من الأوجاع تلوح في الفوق كارثة جديدة بعد تحذير منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة من تكاثر الجراد الصحراوي بشكل كثيف خلال الشهرين المقبلين في بعض محافظات حضر موتو شبوى والجوف يقول اختصاصيون أن مكافحة هذه الأفات يتطلب أمكانية كبيرة يعجز المزارة عن توفيرها وهم يجبرهم على أن يظلوا مكتوفي الأيدي بعد أن وقفت الحكومة موقف المتفرج وعجزت دول العالم عن المساعدة في محاربة هذه الآفة وتزويدهم بالمبيدات والمعدات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من محاصيلهم الزراعية الجراد الصحراوي القادم من خارج الحدود أتى على الأخضر واليابس في ظل معاناة اليمنيين الذين يعانون أصلا من نقص الغذاء ويزيد من أوجاعهم حيث تحدثت آخر إحصائية على أن نحو 82% من اليمنيين يعانوا نقصا في الغذاء منظمة الأغذية والزراعة فاو قبل أكثر من عام قدمت بتمويل من البنك الدولي سيارات دفع الرباعي للميليشيا الحوثية تحت مبرر مكافحة الجراد الصحراوي في مشهد يظهر تورط بعض الأطراف التي تمثل الأمم المتحدة في تقديم الدعم المباشر للميليشيا والتقاعص أمام دعم الجهات الحكومية المعنية بالمكافحة في اليمن انكشف ذلك عقب استخدام الميليشيا لتلك العربات في جبهة المواجهة ونقل عناصرها بعد إزالة الشعارات المنظمة منها وهما لقى صخطا واسعا في أوساط اليمنين أنذاك وتبقى الميليشيا الحوثية والجراد أكثر الآفات تدميرا للحياة في اليمن وعدم مكافحة والحد من أضرارها يضاعف معاناة اليمنيين ترجمة نانسي قنقر